وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد استقبل في مكتبه اليوم وفد اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ومدير العلاقات في اللجان الأولمبية الوطنية بيري ميرو وضم الوفد إضافة إلى ميرو كل من رئيس العلاقات المؤسسية والحكومية في اللجنة الأولمبية واللجان الأولمبية الوطنية جيرومي بوافي ومدير الإدارة والمشاريع في منظمة الاتحادات الدولية للألعاب الصيفية جيمس كار ونائب الرئيس الفخري الدائم للمجلس الأولمبي الآسيوي جيزي هونغ ورئيس الألعاب الآسيوية في المجلس الأولمبي الآسيوي حيدر فرمان وحضر اللقاء النواب لحميدي الاسباعي والدكتور خليل عبدالله أبلوح وأحمد نبيل الفضل والمدير العام للهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمود فليطح